ميل سجاد الموسوي السلام عليكم عندما تدخل حربا من دون تخطيط مسبق فكن مستعدا لتلقي الخسائر الواحدة تلو الأخرى وخير دليل على ذلك الكيان الصهيوني الذي يواصل حربه الوحشية في غزة ولبنان فإلى جانب الخسائر الميدانية سواء بالقتل أو المعدات التي عكست الفشل العسكري وفضحت زيف صلابة الدفاعات الجوية فإن الاحتلال موني بخسائر اقتصادية يمكن أن يقال عنها كبرى في ظل الأرقام المعلنة وفقا لإحصائيات رسمية وهذا جزء يسير منها التكاليف المالية الناجمة عن الحرب حتى الآن تجاوزت عتبة الستة والستين مليار دولار أمريكي فيما العجز التراكمي في الموازن ارتفع إلى ثلاثة عشر مليار دولار منذ بداية العام الحالي مقابل انخفاض نحو اثنتين عشرة بالمئة من الناتج المحل الإجمالي للكيان المحتل مع ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي الصهيوني بشكل كبير أما الصادرات فتراجعت بنسبة ست وعشرين بالمئة بينما انخفضت الواردات بنسبة اثنتين عشرة بالمئة كما ان هناك ستين ألف شركة صهيونية أغلقت أبوابها خلال العام الحالي فقط وفي قطاع السياحة فقد انخفضت أعداد السياح الأجانب بشكل كبير ما أدى إلى خسارة ثمانية عشر مليار دولار وحتى التصنيف الاعتمامي للمؤسسات المالية الصهيونية انخفض هو الآخر وجميع المؤشرات تتجه نحو خسارات أكبر في ظل حرب الاستنزاف التي انجر لها الكيان الصهيوني مرغما نتيجة ضربات المقاومة وعملياتها التكتيكية شكرا لكم